صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لها مواقف كثيرة في دعوة الحبيب عليه الصلاة والسلام فكانت دائما وأبدا في جنب الحبيب عليه الصلاة والسلام وهاجرت مع الحبيب وشاركت في كثير من الغزوات ومنها غزوة أحد فإنها خرجت في جنود المسلمين في ثلة من النساء جعلنا ينقلنا الماء ويروينا العطاشة من الصحابة المجاهدين ويبرين السهام ويصلحنا القسي وكان لها مع ذلك يعني غرض آخر أنها ترقب المعركة بمشاعرها كلها وتراقب الحبيب عليه الصلاة والسلام وأخاها حمزة من عبد المطلب رضي الله تعالى عنه الذي مات شهيدا في هذه الغزوة غزوة أحد مات شهيدا رضي الله تعالى عنه وأرضاه ولما علم الحبيب صلى الله عليه وسلم باستشهاد عمه حمزة رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعلم بما فعلت قريش من التمثيل بجثة الصحابة وخصوصا جثة حمزة فكره عليه الصلاة والسلام أن ترى عمته حفصة أن ترى عمته صفية أن ترى أخاها صريعا ومشوها فلما رآها متجهة نحوه أشار إلى ابنها الزبير أشار الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الزبير قائلا المرأة يا زبير المرأة يا زبير أي عليك بتنحية المرأة أمه وعمة الرسول صلى الله عليه وسلم أي نحيها عن أن تصل إلى أخيها فأقبل الزبير عليها وقال يا أماه يا أماه فقالت تنح لا أم لك أي ابتعد عني فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن ترجعي فقالت ولما إنه قد بلغني أنه مثل بأخي وذلك في الله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خلّس بلها يا زبير حينما يعني رآها مصممة أن تصل إلى جسد أخيها قال خلّس بلها يا زبير ولما رأت ما به بكت واسترجعت وعلمت أن هذا قضاء الله فاسترجعت واستغفرت وقالت إن ذلك في الله لقد رضيت بقضاء الله والله لا أصبرن ولا أحتسبن إن شاء الله كان هذا الموقف من صفية رضي الله عنها موقف عظيم يدل على الصبر والاحتساب ومعرفة ما عند الله سبحانه وتعالى وما ينتظر وما ينتظر الشهداء قناة الأنس الفضائية ويحلو الأنس مع قناة الأنس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر